رزقك عند الله، سعادتك عند الله، صلاة عيالك عند الله، شفاءك من كل ذا عند الله، ويوم القيامة لينفعك إلا الله، وإذا بريت على جهنم لينفعك إلا الله ولذلك ارتبط بالله، توصيك ليوصيتين لا تتهاون في أمر الصلاة مهما كان مهما أخطيت، مهما أذنبت، مهما مهما أسوأ، الصلاة لا تتهاون فيها ليه؟ لأنها الحبل الذي يربطك بالله عز وجل هذه الأولة، الثانية لا تجعل ربنا ينسك اجعله دائماً يذكرك كيف دائماً يذكرك؟ هو اللي قال لنا الله عز وجل قال وأنا معه حيث ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه فلا ينقطع لسانك عن ذكر ذكره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر